السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نتكلم عن محاضرة جديدة من محاضرات التقانع الأحيائية اللي هي البصمة الوراثية DNA Fingerprint في المحاضرة السابقة أخذنا شيء عن مقدمة بسيطة حول علم الأحياء التقانع التقنيات الحياتية وتطلقنا فيها إلى مجموعة من الأمور الأساسية التي على أساسها يمكن تصنيف التقانع الأحيائية وقسمنا التقانع الأحيائية إلى أقسام متنوعة اعتمادا على استخداماتها في المجالات المختلفة التي تخدم الإنسان اليوم إن شاء الله تعالى راح نتكلم عن بعض من هذه التقنيات التي تكون لها فائدة كبيرة في حياتنا اليومية من الأمور الأساسية التي تستخدم عادة لتشخيص الأشخاص هو استخدام البصمة الأصبع التقديدية وهذه لها استخدامات كثيرة على سبيل المثال في مجالات اللي هي عادة تستخدم في مجالات التحقيقات الجنائية لما تحدث عمليات السرقة عادة أو تحدث عمليات قتل أو تحدث عمليات أخرى التي تحتاج إلى تدخل الأجهزة الأمنية يتم في الخطوة الأولى عادة نرفع بصمة الأصابع من موقع الجريمة وكما تعرفون أنه عادة مثل هذا ما هو موضح في هذا الشكل هذه البصمة بصمة الأصابع عادة تكون مميزة في كل شخص عن الأشخاص آخرين ولكن بسبب تطور العلم في رجال العمليات الجراحية التجميلية فبالإمكان عادة تغيير الخطوط الموجودة في هذه الأصابع أو إبهام أو غيره وبالتالي تغيير هذه الخطوط بعمليات الجراحية وبالتالي يمكن للجاني الهروب من هذا القضية بفعل هذا الفعل اللي هو أحداث تغيير في بصمة الأصابع من خلال إجراء عمليات تجميلية ولذلك العلماء حمدوا إلى طريقة أخرى لتشخيص الأفراد عفوا اللي هي عادة باستخدام تقنية الـ DNA Fingerprint والتي عادة لا يمكن تزويرها بتاتا تقنية الـ DNA Fingerprint تعتمد عليماً على المادة الوراثية المتواجدة في أجسامنا وبالتالي يمكن تمييز الأشخاص اعتماداً على هذه البصمة بشكل عام الـ DNA عادة في أجسامنا من الأمور المهمة التي يمكن الابتماد عليها اللي هي الـ Principles هو أنه الـ DNA عادة له وظيفة أساسية الوظيفة الأساسية هو أنه يشفر لـ DNA Protein يعني عادة الـ DNA يكون حاول على شفرة وراثية هذه الشفرة الوراثية هي بالأصل إشارة إلى الجينات والـ DNA عادة يتحول بطريقة الاستنساخ اللي هو Transcription من DNA إلى RNA دائماً الـ DNA يكون في أجسامنا وعبارة عن Double Centron والـ RNA يكون Single Centron فبناء الـ RNA يتم عادة بالاعتماد عليماً على الـ DNA ولكن مو كل الـ DNA يتحول إلى RNA الـ DNA مو كله يتحول إلى RNA لأنه في الـ DNA هناك مناطق تسمى مناطق منظمة للـ DNA اللي هي Regulation Regions أو بعض الأحيان تسمى Polymorphic Regions اللي هي عادة الـ Non-Coding Area لأنه الـ DNA يتكون من Coding Area و Non-Coding Area بالنسبة للـ Coding Area فهو الـ Sequence التي يتحول من DNA إلى RNA إلى بروتين بالنسبة للـ Non-Coding Area فهي المناطق التي لا تتحول إلى RNA ثم إلى بروتين وهي المناطق التي تكون منظمة إلماً لـ DNA Regions اللي هي DNA-Coding Area نقصد بالـ DNA Non-Coding Area هي المناطق التي هي على سبيل المثال الـ Promoter الـ Promoterات هي تنظم عمل الجينات ولكنها لا تحول إلماً إلى RNA وبالتالي لا تحول إلى بروتين هذا يسموها Non-Coding Area الإنسان عادة يكون متشابه بنسبة 99.9% 99.9% بالنسبة للـ DNA ولذلك فإنه نسبة التشابه بين أجسامنا هي نسبة كبيرة جداً يعني على سبيل المثال الشخصين يشبه الشخص صاد علي يشبه زيد بتسعة وتسعين بالمئة 0.9% كل الاختلاف اللي يميزنا عادةً عن بعضنا البعض هو 0.1% يعني 1 بالعشرة بالمئة هذا الاختلاف البصير جداً في تركيب الـ DNA يساعدنا عادةً على تمييز الأشخاص بتقنية الـ DNA Fingerprint نستطيع أن نستغل هذه الخاصية طيب، ننتقل إلى السلايد آخر هذا على سبيل المثال الكروموسوم أحد الكروموسومات اللي موجودة في جسمنا جسم الإنسان، خلال الإنسان تتكون من 23 زوج من الكروموسومات لو الآن أخذنا شريط واحد من هذه الكروموسومات وفتحناه بهذه الكيفية راح نلاحظ إنه الـ DNA مكوّن من مناطق يسموها Non-Coding Area اللي هي مضادة باللون الـ Purple ومناطق أخرى يسموها الـ Gene هذه الـ Non-Coding Area هذه عادةً تكون حاوية على بروموترات والـ Sequence هذا الـ Sequence ما يتحول إلماً إلى RNA وثم يتحول إلى DNA وذلك نسمي هذا الـ Non-Coding Area بـ Junk DNA في حين القطع الـ DNA اللي تتحول إلى جين نسميها Coding Area أو نسميها جينات نسبة الـ Non-Coding Area الموجودة في الـ DNA مالتنا هو حوالي 95% والباقي الـ 5% هو جينات ولذلك 95% من الـ DNA مالتنا هو لا يتحول إلماً إلى بروتين يعني العفو يكون غير مشفر إلى جزئة بروتين لأنه نعرف إحنا مثل ما قلنا جين يتحول إلى RNA ومن ثم الـ RNA يتحول إلى بروتين والبروتين هو الذي يقوم بالوظائف المختلفة لأنه عادةً إحنا عدنا البروتين قد يكون وظيفة على سبيل مثال هرمون الهرمونات هي بروتينات قد يكون إنزيم الإنزيمات هي بروتينات وقد يكون تركيبي اللي هو على سبيل مثال تكوين الخلايا والأنسجة اللي يكون يدخل البروتين كجزء أساسي في عمليات التركيب طيب، هذه المناطق اللي نسميها Non-Coding Area أو Junk DNA يمكن أن نشير إليها أيضاً بتسمية أخرى اللي هي يسموها Polymorphic Regions Polymorphic Regions اللي هي المناطق المتغايرة غالباً الدينامالات يكون متشابه بالنسبة كبيرة ونسبة الاختلاف اللي ذكرتها قبل قليل اللي هي 0.1% اللي هي 1% هذه حدثت نتيجة حدوث طفرات أثناء التطور يعني إذا نرجع عادة بالعلم إلى نظرية التطور التي تذكر أن الأجناس تطورت بشكل أو بآخر سواء كانت أجناس حيوانية أو حتى على مستوى البشر طبعاً نحن لا نؤمن بهذه النظرية ولكن العلم بشكل عام يؤمن بنظرية التطور والسبب أنها عادة تتعارض مع أخلاقيات الدينة ولكن بشكل عام نحن نتعلم من باب التعلم حسب النظريات اللي موجودة الآن إنه هذا التغير حدث بسبب طفرات معينة إنه طفرات في الدياني سببت هذا التغير اللي هو 0.1% في الدياني لننتقل إلى أستاذ الأخرى ومحاة الطريقة اللي إحنا قبل 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 تكلمنا عنها إنه الدياني يتحول إلى رنعي بالترانسكروبشن ومثل بعد الترانسكروبشن يتحول إلى بولي بيبتايد اللي هو بروتين بالترانسليشن ولكن هذه المناطق اللي قبلها هي مناطق عادة واللي بعدها هي مناطق منظمة إلما للجينات مو ضرورة كل النون كودنج آريا هو بروموترات لا بعض الأحيان قد يكون مو بروموترات أصلا يعني على سبيل مثال في الإنسان هناك إكزون وإنترونز في البكتيريا ماكو إكزون وإنترونز كل الجين يحول إلى إلى بروتين في حين في الإنسان الإنترونز لا تحول إلى بروتينات يصير فيها عملية ومن ثم يخرج الـ RNA اللي يتحول إلى DNA إلى بروتين بدون وجود الإنترونز طبعا هذا كلها مقدمة من ترجع إلى المحاضرة ما رح تدقى هذا الكلام وإنما الغرض من العدة هو حتي يكون مدخل إلما إلى المطالب اللي راح نتكلم عنها حول الـ DNA بالنسبة الآن إذا أخذنا هذه الصورة اللي هي أمامنا راح نلاحظ على سبيل المثال عدنا تركيب معين يسمو STR وتركيب آخر يسموه VNTR بالنسبة للSTR هو إشارة إلى مصطلح نسميه Short Tandem Repeats وبالنسبة إلى مصطلح VNTR هو إشارة إلى مصطلح نسميه Variable Number of Tandem Repeats طيب ما معنى هذا Tandem Repeats قلنا نرجع الآن للسلايد السابق بالنسبة لهذه المناطق اللي هي نسميناها الجنك DNA الجنك DNA الجنك DNA أكو بيها تراكيب هي كالتالي sequence معين يكون مكرر يعني على سبيل المثال A-G-A-T هذا repeat repeat عفوا هذا السيكونس يكون بعملية repeat يعني على سبيل المثال A-G-A-T بالDNA يجي بعد السيكونس هذا أيضاً A-G-A-T 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 إلى آخر هذا السيكونس يكون مختلف في الإنسان عملية تكرارة يعني على سبيل المثال في الشخص الأول ظاهر الآن أمامنا يكون عملية تكرار هذا ال-repeats اللي هو A-G-A-T مثلاً على سبيل المثال بالDNA مكرر سبع مرات وين ضمن المناطق non-coding area اللي سميناها junk DNA أو polymorphic regions اللي هي المناطق المتغيرة بالشخص الآخر اللحظ أنه tandem repeats اللي هي short تكون مكرر نفس السيكونس A-G-A-T أربع مرات 4 times في هذا الموقع بالشخص الآخر يكون مكررة 12 مرات مثلاً في منطقة أخرى من ال-DNA نفس السيكونس اللي هو A-G-A-T يكون مكررة 7 مرات في منطقة أخرى من هذا الشخص طبعاً أيضاً يكون مكررة 19 مرات وهكذا بالتالي عادتين عندنا هذا السيكونس يكون هناك سيكونس معين يتراوح عدده أعتقد من يعني ما يتجاوز ال-2 إلى 5 بيس بير يكون مكرر بشكل مختلف بين البشر يعني خلينا عايد نرجع للسلايج الأول احنا قلنا إنه ال-DNA الإنسان نسبة التشابه بيه بين البشر هو 99.9% معنا 99.9% الاختلاف اللي موجود عادةً بال-DNA يكون 0.1% هذا الاختلاف راجع إلى هذي تندم ربيتس اللي هي اسميناه short تندم ربيتس عادي سبيل المثال بهذا المثال التندم ربيتس هو عبارة عن سيكونس معين لأنه إحنا لو نرجع لل-DNA ال-DNA هو عبارة عن سيكونس A, G, C, D, A و هكذا ويكون الشريط الآخر متمم للسيكونس العلوي بالنسبة للمناطق اللي تكون متغايرة هو سببها اختلاف عدد التندم ربيتس واجدوا العلماء إنه هذي المناطق مختلفة طيب هذي الاختلافات هي اللي تفيدنا في إجراء اختبار البصمة الوراثية هي ال-DNA في أجسامنا طبعاً إحنا لما نذكر إنه نقول إنه اختلاف هذي المناطق هذا الاختلاف يكون كالتالي مثل ما تعرفون حضوراتكم إحنا نرث يتكون من خلايان تتكون من 23 زوجاً من الكروموسوم يعني 46 قطعة كروماتين هذه 23 زوج نحن نأخذ نصفها من الأب ونصفها من الأم بمعنى أنه لما أكون حامل لجين معين عدي نسخة من هذا الجين ما أخذها من أبي ونسخة أخرى ما أخذها من أمي فبالتالي قطعة الكروموسوم تكون حاوية على جينين جين واحد من الأب وجين آخر من الأم طبعا والأمراض الوراثية تحدث عادتين لما تكون هناك طفرات وراثية موجودة في الجين على سبيل المثال أخذت أنا جين طافر من الأب وأخذت جين سليم من الأم والجين الطافر اللي أخذت من الأب صدف أن يكون هو الجين السائد فبالتالي أكون أنا حامل أكون مصاب بالمرض اللي هو الوراثي ولكن في بعض الأحيان أأخذ جين سليم من الأب وجين نفس الجين طبعا يعني قطعة أخرى من نفس الجين أأخذها عن طريق الأم اللي هو بعد حدوث البيضة المخصبة ويصدف أنه يكون الجين السائد هو اللي أخذت من الأب يكون سليم بالتالي أكون أنا غير مصاب بالمرض ولكن حامل إلما إلى الجين المطفر المعاب والذي من الممكن أن يظهر وين في الجيل الثالث اللي هو الأبناء ففكرة هذه الفكرة أساسية أيضا إنه نفهم على سبيل المثال لأن لو فرضنا إنه هذا الرجل ذكر وهذا الرجل أنثى لمن يحدث تزاوج وتحدث عملية الأخصاب وتنتج البيضة المخصبة يكون الإبن حاوي على فادي الحالة سبعة ربيت من الأب في منطقة معينة من الكروموسوم وفي المنطقة الأخرى يكون حاوي عليما على أربع ربيت من الأوم ونرجع الآن للDNA هذا هو الكروموسوم واحدة من القطع من ذنة الكروموسوم تكون مأخوذة من الأب والأخرى تكون مأخوذة من الأوم فبالتالي الجينات عندنا مكررة الجينات عندنا تكون مكررة يعني قطعة الجين اللي موجودة هنا هي نفسها موجودة هناك ولكن هذا الجين مأخوذ من الأب هذا الجين مأخوذ من الأوم يعني هاي القطعة مقودة من الام هاي القطعة مقودة من الاب وذلك ينتج عندنا التغاية بسبب وراثة هذا الازواج عن طريق الاباء يكون عادة دائما عندنا الريبيتس اللي هي هاد اللي نحتاجها في عملية البصمة الوراثية مختلفة ليش لانه النصف اخذناه من الاب ونصف اخذناه من الام بالتالي يكون لكل انسان هناك اكو تندم ريبيتس خاص به اللي هو سمنا شور تندم ريبيتس طيب عدنا نوع اخر من التندم ريبيتس اللي هو ال فاريابل تندم ريبيتس الفكرة مالته انه نفس هذا السيكونس الريبيتس ولكن هذا الريبيتس اللي هو عفوا هذا السيكونس اللي هو يكون طويل يعني كيف يعني شوفوا الان هذا هو البوكس يكون اي جي تي سي جي بالتالي يكون طويل نوعا الريبيت عادة يكون مؤلف من 10 الى 100 نيوكليوتيدات يمكن بالمحاضر قاتب لكم من 9 الى 80 مفرق هذا اختلاف المصادر ولكن عادة بالشورت تندم ربيت اللي هو الاس تي آر يكون مؤلف من 2 الى 5 نيوكليوتيدات يعني شوف هنا مثلا 4 نيوكليوتيدات بينما بالفاريابل تندم ربيت يكون عادة الحجم من 9 الى 80 مفرق وفي مصادر اخرى تقول من 10 الى 100 نيوكليوتيدات والفكرة الانتا انه يكون مميز يعني سبيل المثال الآن عندنا شخص سين زايد من الناس زايد من الناس حاوي على variable تندم ربيت مؤلف من 1 2 3 4 5 6 بينما دعنا نقول الشخص الاخر اللي هو مثلا سمنا عليه ويكون مؤلف من sequence 1 2 3 4 5 6 7 8 فبالتالي الـ variable تندم ربيت سعدهم مختلفين تماما مثل short تندم ربيت الريبيت سنانا يكون مختلف على رغم انه sequence نفسه عن الشخص سين وعن الشخص صاد الفكرة ايضا انه الريبيت سيكون اعدادها مختلفة ولكن السيكونس نفسه طيب وفي هذا السلايد توضح الفكرة انه بحجوث عملية الاخصاب الـ SPAR تكون حاوي على 23 23 23 كروموسوم والبيضة اللي هي الأوفيوم ايضا تكون حاوي على 23 كروموسوم بعد حدوث عملية الاخصاب وانتاج البيضة المخصبة راح ينتج لي 23 زوج كل قطعة ديانية تندمج ويامن وقطعة ديانية اخرى وتكون لي الكروموسوم يعني كروماتين ولذلك الجينات عدنا تكون ولذلك عدنا ايضا الـ Tandem repeats يكون مختلف لانه Tandem repeats سواء كان variable او كان Short Tandem repeats يكون نصفه موروث مثل ما قلنا من الأب ونصفه الآخر من الأب طيب الآن لو أخذنا على سبيل المثال قطعة ديانية معينة وعرضنا هذه القطعة الديانية إلى إنزيم قاطع معين هذا الإنزيم القاطع المعين سيقطع لي مناطق الـ Variable Tandem repeats على سبيل المثال الـ Variable Tandem repeats أو Short Tandem repeats إذن إذن أنا أقطعها أو خلنا نسوي بداية مقارنة معينة خلنا نفرض إنه المنطقة اللي أريد أكاثرها بالإنسان أو اللي أنا حددتها إحنا قلنا إنه الـ DNA الإنسان يكون متشابه بالنسبة 99.9 فبالتالي الإختلاف يكون بسيط جداً في مناطق الـ Variable Tandem repeats الآن لو أخذنا مثلاً ثلاثة أشخاص individual 1, individual 2, individual 3 وأخذنا عن عدي هذا الآن الـ DNA اللي هو الموجود في الإنسان في إنسان رفرنس معين وقلنا إنه خلي نكثر هذه المنطقة اللي هي محددة منها لنا هذه المنطقة تحوي على الـ repeats سواء كان variable أو short لو نجي نشوف هذا الـ repeats راح نلاحظ مثلاً بالإنسان رقم واحد عده الـ Variable Tandem repeats لـ Sequence معين مكرر مثلاً مرة مرتين في حين الشخص الثاني يكون الـ Variable Tandem repeats معاته مختلف على الرغم من إنه يشتركون ربما بقطعة معينة ولكن البقية تختلف هذه الألوان المختلفة إشارة إلى الاختلاف في عدد الـ Variable Tandem repeats طيب لكون الإنسان عادة يرث نصف من الأب ونصف من الأم لو أخذنا الآن مثلاً sample DNA يعني على سبيل مثال أخذنا sample دم من الأب خليناه في تيوبة على حدة و sample دم من الأم خليناه أيضاً على تيوبة أخرى على حدة و sample آخر من الدم أخذناه على حدة إلماً للإبن ثم بعد ذلك عزلنا الـ DNA كل من على حدة بـ تيوب مختلف لتصبح عندنا ثلاث تيوبات ثلاث ابن روف تيوب كل ابن دروف تيوب حاوي على sample DNA يعود إلى واحد للأب واحد للأم والثالث المن للإبن ثم بعد ذلك أخذنا قطعة الـ DNA وهضمناها بـ بالإنزيم قاطع معين طبعاً نفس الإنزيم القاطع عملنا بـ ثلاث سامبولات اللي هو sample DNA للأب و sample DNA للأم و sample DNA للأب ثم بعد ذلك أخذنا هذا sample DNA المعامل بالإنزيم القاطع يعني الثلاث سامبولات اللي عملناهم بإنزيم القاطع اللي هو نفس الإنزيم القاطع المفروض نستخدمه راح قطعة الـ DNA تكسر النزيم القاطع هو يقوم بعملية تكسير الـ DNA ان شاء الله نأخذه بالمحاضرات الهندسة والآثية ثم بعد ذلك قمنا بترحيل الـ DNA وين في الجل اللي هو الأقاروس راح يطلع عنا pattern pattern اللي هو نمط معين إنه باندات راح تطلع عنا الباندات عادة تكون نصف الباندات بالترحيل إن pattern المالتها نصف الباترين يشابه الأب ونصف الباترين الآخر يشابه الأم ليش؟ لأنه نصف مأخوذ مثل ما قلنا إنه نصف الـ DNA يكون مأخوذ من الأب والنصف الآخر يكون مأخوذ من الأم وبالتالي أنا أستطيع أميز مثلا على سبيل المثال عائدية الإبن هل بالفعل هذولة آباء أو لا؟ إذا نصف الباترين النمط مع ترحيل الـ DNA للإبن مشابه للأب ونصف الآخر مشابه للأم فبالتالي أثبت تماما إنه بالفعل هذا الإبن يكون عائد المن إلى الأب أو الأم هذا التقنية اللي هي تقنية عزل الـ DNA تعريضة إلى أنزيم قاطع نسميها تقنية Reflip Restruction Fragment Length Polymorphisms تقنية معينة تسمى بالرفلب طيب هذي وين مفيدة؟ راح نأخذ إن شاء الله أبلكيشن عليها ولكن خلينا نتطرق إلى تقنية أخرى اللي هي تقنية الـ VCR تقنية الـ VCR إحنا نعرف المتشابه يبقى عندنا نسبة الـ 0.1 الغير متشابهة هذي تكون عائدة إلى الاختلاف بسبب الـ Tendom Repeats اللي شرحناها قبل قليل طيب الآن أنا لو صممت برايمر يرتبط على المناطق اللي تكون متشابهة في أجسامنا و Forward Primer و Reverse Primer والمنطقة اللي راح يصير بها Amplification هي المناطق المتغيرة أختار فت منطقة معينة أدري إنه هذه المنطقة تختلف ما بين إنسان وإنسان آخر اللي إحنا سميناها Tendom Repeats سواء كانت Short أو سواء كانت Variable Number اللي هو الطويلة ولكن أنا متأكد إنه هذه المنطقة يعني عفوا إنه على الطرف اليمين وعلى الطرف اليسار الـ DNA Sequence يكون متشابه في كل البشر اعتبادا على هذا الـ DNA Sequence المتشابه في كل البشر أستطيع إنه أصمم برايمرات Forward Primer Reverse Primer بالتالي لمن أسوي لكل شخص معين راح يكون حجم الـ DNA مختلف يعني يكون حجم الـ DNA ربما بسين من الناس حجمه أول شيء أكبر أو أصغر عن صاد من الناس هذا نقطة النقطة الثانية لكونه إحنا نرف أكثر من قطع يعني نرف قطعتين الـ DNA واحدة من الأب واحد من الأم لذلك راح يطلع لعدة دائما باندين باند يكون عائد المن إلى قطعة الـ DNA اللي أورثتها من أبي وباند آخر يكون عائد المن إلى قطعة الـ DNA اللي أورثتها من أمي لذلك اعتمادا على الطول راح أقدر أنا أميز عائدية مثلا على زي بمثال الابن لأنه أمات بنفس الطريقة أخذ سامبل دم من الأب سامبل دم من الأم سامبل دم من الابن ثم بعد ذلك أعزل الـ DNA كلًا على حدة ثم بعد ذلك أسوي بي سي آر بسيط وبعد ذلك راح أرحل الـ DNA برودكت مات الـ بي سي آر على الأقاروز وراح يطلع لباندات معينة لابد أنه يكون جزء من هذه الباندات مشابه إلما إلى الأب نصف عدد الباندات يكون مشابه للأب ونصف عدد الباندات يكون مشابه للأم هذه التقنية عادة تكون سريعة جدا ولكن تقنية الرفل بي سي آر تكون تقنية أكثر دقة السبب في ذلك أنه عادة السامبل اللي أنا راح أستخدمه هو سامبل فرش دي اناي ما دع أسوي لبي سي آر البي سي آر قد تحدث بي مشاكل ولكن عادة سامبل فرش دي اناي ما تحدث بي مشاكل ولكن من الأمور الأخرى السلبية أنه بعض الأحيان سامبل الدي اناي اللي استخدمه بالرفل ببي سي آر يكون قليل يعني شلو؟ يعني على سبيل المثال احنا مو دائما فقط نستخدم الدي اناي فينجر برنت في العمليات التشخيصية يعني مو دائما أنا يعدي فقط استخدم الدي اناي فينجر برنت لأبوه اختبار الأبوه لا بعض الأحيان مثلا التحقيقات الجنائية مثلا شخص مردر مجرم قاتل سطى على بيت معين وقام بعملية سرقة وأثناء عملية ذي السرقة ترك مخلفات بيولوجية اللي هي قد تكون مثلا دام معين مثلا أثناء عملية انتقال جرح نفسه أثناء عملية مثلا اختصاب مثلا على سبيل المثال شخص معين اثناء عملية السرقة قام باختصاب فترة معينة ترك سمنر فلويتس على المنوي وبالتالي عنا استطيع انه اعزل الدي اناي من مخلفات البالوجية اللي موجودة في مسرح الجريمة أو مثلا اقدر في قضايا النسب انه بعض الأحيان تحدث هناك خلافات معينة شخص معين يدعي انه الابن الفلاني هو عائد اليه أو ينكر مثلا على سبيل المثال أو يكون هناك أكثر من أب يزعم انه هذا الابن يكون عائد اليه فبالتالي على سبيل المثال عدنا الآن هذه الصورة اللي هي أمامنا استخدمنا بها طريقة طريقة الرفلب مجرد انه اخذنا الدي اناي من الام والدي اناي من الابن ثم الدي اناي من كل الأبوين قطعناه بنفس انزيم ثم بعد ذلك رحلناهن وين بالأغاروسجل واللاحظ انه الابن يكون حاوي على نصف العدد قناه انه من الباترن مشابه للأوم فبالتالي على سبيل المثال هذا الباند مشابه لباند الأوم هذا الباند مشابه هذا الباند مشابه ولكن عندنا هنا مثلا على سبيل المثال الثانية من الآباء يزعمون انه ابن ماذا وما نعرف انه من الشخص مجرد انه اخذنا الدي اناي عرضناه لنفس الانزيم القاطع اللي عرضنا به السامبلات المختلفة ثم بعد ذلك قاررنا الباترن وبشكل واضح اللاحظ انه الابن العائد يتأمل الى الفادر النامبر 2 لانه اكو تشابه بالدي اناي بالباترن اللي هو القطع اللي اشرناه هذا الباند هذا الباند هذا الباند هذا الباند هذا الباند لاحظ انه نصف العدد يكون عائد للأب ونصف العدد يكون عائد للأم اما هذا الشخص وهذا غريب لي اشياء انه الباترن ماتمات الدي اناي يكون عادتان مختلف طبعا في محاضرة العملي المفروض انه الجميع اخذ تقنية الساوثرين بلوتينج نستخدم تقنية الساوثرين بلوتينج واللي المفروض انه حضراتكم شفتوا الفيديوهات مالتهم لغرض نقل صورة الدي اناي من الجول المن الى قطعة الاشعار وانا راح اعرج عليها بشكل سريع جدا واشرت الى اساتذة مادة عملي ارسلت لهم المحاضرات وايضا مقاطع الفيديو اتوقع انه ارضوها لحضراتكم احد القروبات انا ادخلت له واشرحت للمحاضرة فالامور ان شاء الله تكون سلسة وواضحة بهذا الخصوص على سبيل المثال الان عدنا قطعة الدي اناي موجودة في الاقاروز اللي هي توضح لنا الباترم الاقاروز عادة ان يكون جول مادة جيلاتينية بالتالي هذه المادة الجيلاتينية اني ما اقدر احفظها ما اقدر احفظها يعني احفظ النتيجة مادتها بشكلها الجيلاتيني ولذلك لابد انه مثلا تقتلها صورة ولكن بعض الاحيان يكون الباند ما ظاهر لانه كمية الدي اناي قليلة جدا فبالتالي بعض الاحيان الصورة تطلع مواضحة مثلا او بعض الاحيان الدي اناي الباندات مالتها من تطلع واضحة فاحتاج الى تقنية ازيد من عندها البرائتنس مالت من مادة الباندات يعني الوهج مالتها بحيث اخاف اكو باند فينت باند يعني باند باهت من الدي اناي المراحل على الجل استطيع انه رؤيته طبعا اضف الى اسباب اخرى اناي ما اشرحتها لانه راح تجعل المحاضرة جدا معقدة وامكانية فهمها جدا صعبة عادة العملية تترخص بالتالي على سبيل المثال الان انه عدنا Crime Saints اللي هو مسرح جريمة وترك به هذا الشخص الجاني وعدي الان مشتلهين كان القت الشرطة القبض على مجموعة مشتبهين وواحد من عدهم هو اللي سبب قام بعملية الجرم المشهود ذاك غير مشهود والان اريد اعرف من هو الشخص الذي قام بعملية السرقة بما انه اعدي reference اللي هو مصدر اللي هو البلط سامبل ماتة فاعزل الديان اي من السامبل الدم اللي موجود في مسرح الجريمة وكذلك من كل شخص من من دول المشتبهين واسوي لتقنية الرفلب اللي شرحناها قبل قليل اللي هي معاملة الديان اي بانزيم قاطع معين ومن ثم اقارن الباترون الماتن تقالية الساوثن بلوط هي كالتالي انه تعزل الديان اي ثم بعد ذلك من السامبل البيولوجي ماتةك قد يكون السامبل البيولوجي نيلز اضافر شعر دم نسيج معين سمن الفلويد الى اخر لانه انسجت اجسام جميع خلاياها تكون حاوي على نفس الديان اي ولكن على سبيل مثال الجين اللي مخصص لاعطاء لون العين يكون في انسجة العين يشتغل اما في انسجة مثلا الانسجة العضلية في اليد يكون عادة هذا الجين غير شغال فبالتالي اكوجينات اخرى تشتغل في هذا النسيج وتعطينا مثلا شكلة او وظيفة معينة عموما نعزل الديان اي ثم بعد ذلك نعرضها الى انسجين قاطع ثم بعد ذلك نرحلها الى الجر الجول وشفتوا بالفيديوهات انه كيف ننقل الديان اي من الجول المن الى الممبرين اللي يسميناه نايتروسيللوس ممبرين او نايلون ممبرين ثم بعد ذلك اخذنا النايلون ممبرين نايتروسيللوس ممبرين نايتروسيللوس ممبرين نايتروسيللوس ممبرين لانه احنا لما ناخذ لو نرجع الى هذا السامبل ناخذ هذا عينة الديان اي اللي تكون حاولة على الكروموسومات ونقطعها بالانزيم القاطع الانزيم القاطع سيقطع لكل الديان اي فبالتالي راح تطلع عندي باندات كثيرة جدا ولكن انا بالباندات الكثيرة انا اريد اشوف فقط التندم ريبيتس لذلك اصمم برايمر يرتبط وين بالتندم ريبيتس وهذا البرايمر يكون عادة معلم بمادة بمادة راديو اكتف ماتيريال لذلك انا لما اقطع الديان اي وارحله بالحقيقة راح تطلع لي آلاف الباندات ولكن انا ما ابحث عن كل الباندات ابحث فقط عن التندم ريبيتس لذلك اصمم برايمر يرتبط فقط وين بالتندم ريبيتس ولكونه التندم ريبيتس اللي هو سميناه بروب يكون معلم براديو اكتف ماتيريال زين بعد عملية الهايبريديزيشن بالنيلون ممبرين وبعد ما عرض الى طبعا هنا راح نغسله حتى انه خاف اكو ارتباط غير وثيق يعني بروب قد يرتبط بباند ما بيتندم ريبيتس فلازم اصوي له عملية واشنج حتى البروب اللي ما مرتبط بشكل خاص بالمناطق مالته اللي هو الكمبليمنتر الشراند الشريط المتمم الى ينزح اثناء عملية الغسل المهم بعد ما اسوي عملية عرض النيلون ممبرين اللي حاوي على قطع الديان اي المرحلة وحاوي عليما على قطع البروب اللي ارتبطت الاماكن الخاصة بها راح تتوهج عدي وين البروب قطع الديان اي الاخرى ما راح تتوهج لذلك كل قطع الديان اي اللي يكون حاوي على مناطق اللي هي مو تندم ريبيت اللي هي مثلا جينات ما راح تتوهج لذلك راح يطلع لي فقط في النتيجة النهائية بالأكس راي فيلم راح يطلع لي فقط الباندات طبعا اشرحت الان بشكل موجز جدا لانه اشرحناه بتفاصيله في المحاضرة العمدي الان عندنا هذا مثال على سبيل المثال عندنا هذا مسرح جريمة معين وعندنا عملية اختصاب حدثت وعندنا اكثر من مشتبه مشتبهين العملية هي كالتالي انه شخص معين اعتدى على فتاة معينة وبعد عملية الاعتداء الجنسي قدمت الشرطة الى مسرح الجريمة واخذت المجني عليها اللي هي الفتاة طيب الان كيف اني احقق في هذي المسألة يوز دي ان اي تايبين to help identify a rapist اللي هو الشخص اللي قام بعملية الاعتداء الجنسي عادة راح ناخذ الدي ان اي ناخذ سامبل دي ان اي وقبضت الشرطة على خلي نقول شخصين شخصين احدهم تشتبه به الشرطة انه هو الجاني فاللي صار شنوه انه اخذوا ساسبكت معنى انه المشتبه به ساسبكت اي اخذوا الدي ان اي من ال من ال اخذوا سامبل دم عفوا من المشتبه به رقم اي واخذوا سامبل دم ايضا من المشتبه رقم بي ثم بعد ذلك اخذوا السمن الفلويد يعني السائل المنوي اللي كان موجود مثلا على ثياب المجني عليها اثناء عملية الاقتصاب بعض السمن الفلويد مثلا صار عليهم على ثياب ما لا تفهم اضف الى ذلك اخذوا سمن الفلويد ايضا من داخل الفلويد مات المشتبه عليها تعرفون اكوا طباء وطبيبات و الى اخر يدخلون سواب معين الى المنطقة العضو الجنسي الانثوي ويعخذون السمن الفلويد اللي يكون موجود به بعد حتى يتأكدون قد يسأل شخص يقول انه مثلا اثناء اخذ هذه المسحة من داخل العضو الانثوي من يقول انه مثلا هذا ما تلوث مثلا بإفرازات البجينة مات الانثى بالتالي الإفرازات هذه تكون حاوية على خلايا وبالتالي رح يتلوث سامبل الدي اناي لغرض انه هذه العملية لازم ناخذ كنترول هو انه اخذ سامبل دم من من الفكتم اللي هي الضحية الانثى فاخذوا الان سامبل دم من الجاني رقم واحد اخذوا السمن الفلويد اللي موجود على الثياب اخذوا دم او من من الساسبكت بي اللي هو المشتبه به رقم بي واخذوا سامبل من الفيجاينة سواب يعني فيجاينة من الفيجاينة واخذوا سامبل دي اناي من من الفكتم اللي هي الضحية ثم بعد ذلك استخلصوا الدي اناي طبعا كل واحد على حدة ثم بعد ذلك بعد ما استخلصوا الدي اناي عرضوها الى انزيم قاطع نفس الانزيم القاطع كل ما على حدة ثم رحلوا الدي اناي يعني نفس هذه العملية بالضبط وبعد ما رحلوا الدي اناي صمموا طبعا البرايمر احنا نعرفه يرتبوا طبعا من مناطق التندم ربيت والان بعد ما سموا سواوا اكس راي ظهرتنا النتيجة الثانية بالنسبة للماركر هذا الماركر مثل اللذر اتركوه اللذر عادة نستخدمه معروف الاوزان الجزائية مادة فشون المفروض انه مغذية حضراتكم بالمرحلة الثانية عادة لما نرحل الدي اناي لازم اقفت شي قبل نسميه ماركر نسميه لذر وبالتالي هنا نقول ماركر 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 هذا مجرد يعني الدي اناي الرحلة وايضا عدنا لاين اخر نودي اناي ما نخلي دي اناي نستخدم مثلا احنا اثناء عمليات الاختبال مثلا نستخدم تبه ناخد بها محالي الكيميائيه فيقل لك انه خاف مثلا تبه ملوثه بدي اناي هذه لازم تتخلي كونترول يكون حاوي على ما يكون حاوي على دي اناي فبالتالي اذا طلع لي ماكو دي اناي هنا ماكو باب معناه انه شغلي مطبوط وماعدي اي تلوث اما اذا طلع دي اناي هنا معناه انه شغلي بي تلوث التبات قد يكون ملوثة سامبل البفارات ماتي قد يكون ملوثة حاوي على دي اناي فبالتالي لازم اسوران المن الى الدي اناي الماركرات والنو دي اناي الان انا اعدي ساسبكت اي المشتبه به رقم واحد بعد ما عرضت دي اناي ماته الى الانزيمات القاطعة المعينة الطاني باند واحد فقط السامنال فلويد السائل المنوى اللي كان موجود على ثياب المجني عليها الطاني هذا الباترن الساسبكت بي المشتبه به رقم اثنين الطاني نفس الباترن اذا اقول ها وربما بالفعل ان هذا الشخص هو اللي قام بعملية الجناية ولكن قد ربما يجي واحد محقق معين ضابط يقول لا ربما انه الدي اناي اللي موجود على الثياب العفو السامنال فلويد اللي موجود على الثياب ربما مثلا عملية احتيال حتى يوقعون هذا الساسبكت بي بمشكلة فدبروا له مكيدة معينة ويخلوا السامنال فلويد ماتتوين على ثياب المجنع عليها فانا شا سبب هاي الحالة لازم اروح ااخذ الدي اناي اللي موجود بالسامنال فلويد اللي موجود داخل الفيجاينة ازيان؟ واشوفه صدوك يطيني نفسي؟ لو لا لما اخبت الدي اناي اللي اللي اعزلت من السامنال الفلويد اللي بداخل الفيجاينة مات الضحية لقيت طعني نفس الباترن مارتمن ما تستسبك به اقول رأسا هذا المجرن طيب حتى اتأكد انه هذا الباترن هو عائد بالفعل الى المجرم وانه ماكو تشابع لسبي مثال خلنا نقول لا سمح الله مثلا انه زنة محارم صار فبالتالي اذا زنة محارم صار قد يكون الفيكتم اخت مثلا للساسبكت وبالتالي يطيني نفس الباترن فلابد انه اسوي ترحيل المن للباترن مات الفيكتم اللي هي الضحية لمن سوى تطرع لمختلف اذا اوكي معناه انه الفيكتم لا بالفعل الدي اناي مالتها مختلف وهي غريبة عنه وماكو اي علاقة بناتهم وبالفعل انه الان ساسبكت بي هو المجرم ليش ساسبكت بي هو المجرم؟ لانه ساسبكت اي الطاني باترن مختلف وساسبكت بي هو بالفعل السامبل المخلف البيولوجي اللي تركه في مسرح الجريمة هو مشابه المن للدي اناي اللي موجود في اللي اعزلناه من الدمات اذا رأسا اناي ميزت انه ساسبكت بي هو بالفعل مجرم الى اهنا طبعا تنسه المحاضرة ما ادنى اتمنى انه تكون المحاضرة بسيطة ومفهومة لحضراتكم واي مشكلة يتواجه حضراتكم ايميل حضرتي موجود عدكم تستطيع انه مراسلتي في اي وقت تشاء استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته